مين انشي رجال سبحان الله العظيم يكونوا ما يكسبوا ما يعلاموا ويرزقهم الله بشي مرة اللي كيكونوا قدامها قدام الربح كتبدا معهم تحت الصفر ولاني اول ما كيدير لابس وكيكبروا بجوج بهم ما كيبلوش راسه كبر كسب قد تبلوغي مراته اللي شرفات واللات مصرحت تلشي مصلاحة وغي كيربي الريش كيفكر انه تزوج بوحدة اخرى اللي تكون مازالة صغيرة وتكون زوينة وتكون مع مره لعينه القضية لهذه الليلة مشطحيتها واحد سيدة اللي غا تموت بطريقة اللي كانت صعيبة واحد شوية ولاني هات السيدة شكو اللي قتلها بدك الطريقة وعلاش قتلها وشن هو السبب اللي خلاه يتخلص منها قضية اللي فعلا كانت معقدة شنو يا هاد القضية وشنو وقع فيها بالضبط اجيو نحكيها لكم موسيقى 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 السلام عليكم كديرين نتمنى ان شاء الله تلقاكم هاد الحلقة وانتم كتمتعوا بقتم الصحة والعافية ان شاء الله ومرحبا بكم معي في قضية جديدة واني قبل مبدول قضية دي لهاد النهار هاد الحلقة ان شاء الله ستنزل نهار 29 في شهر ستة واني هو النهار دي لعيد الميلاد ديالي بزاف اللي كانوا يكتبوني في التعاليق زين مش حل في عمر كدابة انا من خلال هاد الحلقة بغيتكم تكتبوني في التعاليق شحرف نظريتكم يكون في عمري واش غتصغروني او لا غادي تكبروني وكونوا متأكدين ان شاء الله غادي نجاوبكم في واحد البوست اللي غا نحتافل فيه في عيد الميلاد ديالي انا عارفة راسي شرفت وواليدنين توموا اللي غا تحدوش حرف عمري بالطبق قضية ديال هاد الليلة غادي تديني سنة 2012 في واحد المدينة اللي اسميه هاين تاوشطات وهاد المدينة هي مدينة اللي صغيرة شوية جسمة بين فاسهم كناس تقريبا جسمة بيناتهم جوج بيهم كانت كتعيش واحد الاسرة اللي كتكون من الام والأب وثلاثة ديلوليداتهم الاب كان سميته الحاج تهامي السن ديالو تعدو ستين عام والزوجة ديالو سميتها الحاج جايامنا وكان عندها خمسة وستين عام بالنسبة لوليداتهم الكبيرة كان سميتها فاطيمة واللي صغر منها جاميلة والولد الصغير اللي كان سن ديالو ثلاثين عام تقريبا سميته بادر هاد العائلة نهارت زوج بمراتو الحاج تهامي كان بيكساب ما يعلان كان عندو غي واحد القيطعة للأرض اللي وردتها على وليدي وكان غي كيف يفلحها ولاني نهارت زوج بيامنا كما كيقولو قدامها كان وقدام الربح دخلت عليها بالخير والخمير وخصوصا انها كانت للو مولاتي وحدا اللي كانت وقفة معه في كل شيء يعني تلخذ ما ديالو كانت هي اللي كتمشيها كتفهم في الفلاحة كتفهم في التجارة نصحاته انه يشري البهايم يشري البقر يشري الحواله وهات الشي خلا يكون واحد طروة اللي كانت كبيرة ذاك الشي لاش الحاج تهامي من اللي ما خير ببيدي الفلوس شري واحد الفيرما اللي كانت في النواحي ديال مدينة مكناز وتما غيبني واحد دار اللي كانوا كيمشيوا لها مرة مرة هاد الفيرما كان كيزرع فيها العنب وكان كيزرع فيها الزيتون وكان كيبيعهم للشركات يعني المحصول السنوي كان كيبيعوا قبل حتى ما يجنيه وهات الشي كان كيدخلوا واحد المبالغ مالية اللي كانت كبيرة هو الزوجة دياله كانوا عايشين مستقرين هي وخا كانوا وليدتها صغارين وخا المسؤوليات ديال الدر والمسؤوليات ديال الترابي كانت معاونا راجلها في كل شي كما قلت كن كتفهم في التجارة كتفهم في الفلاحة وهات الشي ساعدوا ان الطروة دياله تكبر بسرعة الحاج تهامي من اللي كبروا وليداتهم وزوجهم تلتا بيهم قرروا مرة وغادي يمشيوا للحج فعلا هو الحجة يامنا مشاول العمرة مورها مشاول الحج ولاني مور مجامل الحج هزيتي راجل وحطيتي راجل السيد ما كان عنده معاقهاوي ما عنده معاخروج ما عنده صحاب ما عنده حتى شي حاجة حتى فجأة غيو اللي واحد اللي دائما إما كيعمرت مدينت فاس إما كيعمرت مدينت مكناس ولا كيمشي للقهاوي ولا وعنده صحاب الحاجة يامنا هات شي كان جيها غريب قلت معا بلها ممكن أن مور مزوجه لداته ما بقعت عنده المسئولية ولا كيقنط مرة مرة كيخرج مرة مرة كيبغي تسارة ما فيها بس ولاني الحاجة اللي ما قلتها لكم ان الحاجة يامنا كانت مربية في الدار ديالها جوج دياللي تامة اللي كان اسميته توفيق وهو ولدختها اللي كان توفات وخلاته طريف ديال الحم الحاجة يامنا شداته ورباته بحاله بحال أولادها يعني هي اللي قراته هي اللي صرفت عليه أي حاجة كان يحتاجها هي اللي كانت تشريها له ووحد الوليده وحد آخر اللي كان اسميته سوفيان هات سوفيان كان وليده بجوج به متوفاو وبقاقي هو أخوه اللي كبر منه اللي كبر منه كان في السن دياله تقريبا واحد ستاشل عام واسميته حنافي وليني سوفيان هرمت وليديه كان يالله عنده شي خمس سنين الحاجة يامنا كانت مربيها بحال وولدها يعني هي اللي صرفت عليه هي اللي قراته وكان عايش معها ومع وليداتها وهو توفيق وليني بطبيعة الحال بجوج بيهم اللي بدأوا كي يكبروا وتابناتها بدأوا كي يكبروا الحاجة تشهامي قال هات ترى اللي بدأوا كي يكبروا وانا عندي اللي بناس عزبات في الدار ممكن ليش نقام لليس معايا هادو بجوج بيهم دابرة كبروا في السن ديالهم انا نتكلف المصاريف ديالهم نعطيهم باش يلبسوا باش يقروا إلا بغوا يدروا شي حاجة نعاونهم وليني باش بقى وقاسين في داري هادي شي حاجة اللي مستحيلة بالنسبة للتوفيق كان دك الساعة كي يقرى في البكالورية أما سوفيان كان خدام مع الحاجة تشهامي وكان هو اللي كي يقاونه في كل شي كبر في السن دياله مشاو غادي ايش مع أخوه اللي كبر منه واللي اسميته حانافي اخو هذا الوقت كان زوج وعنده جوج يال الوليدات كان بنات دار دياله واني كانت واحد ضرغي سفليا مليجة سوفيان باش يعيش معه قال له انا غادي نعطيك الفوقي وبني في واحد البيت تنغر لتوقف على رجلك وكان حاجة تشهامي كان كيتهلا فيه وكان كي يبغيه واخوه خرجه من داره واني كان ازيز اليه لانا سوفيان فعلا كان واحد الوليد اللي خادوم اي حاجة بغا حاجة تشهامي يلقى سوفيان واقف في ظهره يعني اذا بغا سلعة اذا بغا سلعة اذا بغا يمشى يجيب له شفلس كان دائما يكيلي فغي سوفيان وطوفيق من اللي خرج من الفطر ديال خالته ودك له عقسة كان وصل للجامعة وغادي يمشي وغايت يستقرر فمدينةس مكناس كان كي يجي مرة مرة واني مكانش كي يمشي في الفطرد خالته وخصوصا من اللي كانوا بنات خالته وما زالي لم تسوجوش ولاني مرمت زوجه البنات ولا كيمشي كيد ضعيف كي يبات عندهم لا هو ولا سوفيان كانت الحاجة كتعملهم أحسن معاملة أما الحاج كما قلت لكم مرمت زوجه البنات وزوجه ولده اللي اسمي سبادر ولا أعطي هلا اللو مالي لمسارية للخروج هادشي ما كانش كيديرو حتى قبل ما يمشي للحج ولاني مني مشى للحج وارجاه هزيت يا راجل وحطيت يا راجل الحاجة مرة مرة كانت تكتبز معه كانت تقول له هادلوقيته خصك تتفرغ ليه وتتفرغ لوليدات كل الأحفاد ديالك ولاني انتوليتي عطيها غلط طورا ولاني الحاجة تهامي كان ما كيتهاش في الهضرات ديالها نوبا هوف مكنس نوبا هوف فاس ولاني كان ملكي كون كينفت وشطات كان كيمشي كي يجلس في واحد القهوة اللي خدم فيها واحد سيدة سرباية هاد البنت كانت ماذارة صغيرة وكانت زوينة في وجهها كانت سميتها ناجت سنديرها تقريبا واحد ستة وعشرين عام من زوجان بتلقى هي كانت زوجات مدينة مكنس ولاني ما كملتش حتى عام رجعت للدار ديال واليديها عائلتها واخوتها كانوا واحد ناس ليما في حالهمش ذاك الشيء لاش ناجت غات ترجع وغات تخدم في ذاك القهوة ولاني هاد ناجت واحد ناجت يا ناجت كانت واحد الفورمة واحد الزين واحد البياط فيها كانوا يجلسون في ذاك القهوة تقريبا كانوا يجيو غباش يشوفوها ومنهم الحاج تهامي والدختها اللي هو توفيق مني كانت كتكون كي ناشي عطلة ولا كتكون كي ناشي مناسبة كما قلت لكم كان يجيو يجلس معها في الدار تال واحد نهار جال عندها قالها شوف يا خالتي انا رأي وخات كدب عليك البنية كلها وكل شي حاولي يخبأ عليك انا رأي ما عندي ما نخبأ عليك عمي تهامي رأي كيتمشت مع واحد البنت وانتي مديك تمشي للدار ديال ولادك رواقي لك يجيبها اللي هنا للدار الحاجة يا منع قلت له شنو هاتشي كاتقول قالها كي مما كتسمعي انتي رأي كي مما شي خالتي مربياني وخيارك سابق مليشت هاتشي قررت انا غادي نقول لك العكس بزاف ديالناس اللي كانوا مخبئين عليك الحاجة يا منع قلت له قل لي شنو شفسي بالضبط وانا ما غاديش نقول بي انك انت اللي يقول سيلي قالها انا واحد نهار غلا انتي ما كنتيش كاينة وانا شت الحاجة تهامي جاي من الجهة ديال الطرف الطنوبيل وكانت ركبة مع واحد البنس قلت له شكني يا هاد البنس قال انا نهار الوربراسي ما عرفت هاش ولاني منيشتش مجلسها معاه في المدينة وكل شي كي عارفوه عرس ان القديمة شي هي هاتك واللي تراد معاه البال مني مشت القهوة اللي كي يقلس فيها تأكدت ان البنت اللي كي يمشي معاها هي ناجت فعلا اول مناعتها لها تأكدت وعرفت شكون هي بالضبط لانا الارز ديال هاد ناجت كانت حضرات فيه الحاجة يا منع قلت له يك هادي كانت زوجات لمشات المكناس لاش رجعتوا خدمات في هاد القهوة قال لها رهات طلقت تقريبا هدي واحد المدة ديال ثمان شهور ورمشي غير اجتك اللي محمقه الرجال ديالت تتوشطات كاملين راولوك يمشي يقلسوا الأشياء كاملة في ذاك القهوة غير باش يشوفو ناجت حاجة يا منع طبعا اللي سمعتها دراما عند ولد اختها ما قبطت شو تصرفات في البلاسة وانما بقت كتتفكر عيطات الولد ها اللي اسميته بادر قلت له غطرت لبال مع اباك شوفو في كي يمشي فين كي يجي معا من كي يطلاقى من اللي سوو لها علاش قالت له بباك مياه في المياه كي عارف شو واحدة من اللي قال لها شكون قالها لك هي طبعا ما بغتش بتسمية ديال توفيق لانا عارفة رجلها اللي اسمع ان توفيق هو اللي قالها لها عمرو ما يقول لي دخل لبطار ديالهم فعلا والده بدأ كي يراقب لاب دياله وغيتأكد انه كي يمشي معا ناجات كي هزها في الطنوبل مرة 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 كي خرجوا وياه على توجطات يعني مرة كي يمشيوا مكناس مرة كي يمشيوا الفاس مشي عند الام ديالو قالها لها قالها بصحب بارها مصحب مع دك خيتي ورا كي يخرجوا وياها دائما هزها في الطنوبل ورا قد يكون كي يدات الفيرما هنا يلحج يا منع قالت له ما كي يدهاش للفيرما را كي خلي النساء ما كان كنش كي ينق وكي يجيبها اللي عندها لداري وكي يدخلها الفراشي داك الساعة قررت انه غاتمشي هي وبناتها وتمشي لدار ديالده كناجات او لدار ديالواليديها وصلت للباب ديالدارهم بدأت كتدق من الباب وكتغوط قدت له ما هو دي عندي من اللي هبطت لأم ديالها قدت له إما غادش معي بنتك إما غنديلكم شي شوها اللي غنفرش فيكم الدنيا كاملة وليني هنا يلحج يا منع غد تفاجأ من الأم ديالناجات أن الحاج تهامي مشا عند خوتها وأصلا هاضر معاهم قال لهم أنا ربا غنزوج بختكم وإلا قبلتوا عليا را غاد ينجي عندكم ضد دار غاد ينجي بصوابي وما ديش نخليها تخدم في ذاك القهوة هنا يلحج يا منع اني سمعت هاد الهضراء لا هي ولا ابناتها داروا لذاك العائلة الشوها يخطفين الرجال هذا الخير يديرين فيكم عينا ما كانت عاملوا معاكم مزيان يعني دارهم واحد الفضيحة للناس ديال الحومة كلهم تجوقوا وبدو كي يسمعوا شو ما هو واقع هنا يا أخوت هالأولاد خرجوا عند الحاجة يا منع قالوا اسمع الحاجة هاد الزواج اللي كان ماشي بخاطرك احنا رمعنا ما ندرو به واحنا اللي اللي هنا غادي نهضروا مع ناجات عمرها ما تولي صدر مع الحاج تهامي فعلا بدو كي يكلموا فيها بدو كي يرغبوها تقررت أنها ترجع للدار ديالها من اللي جا راجلها هيا وهيا داروا فضيحة ولادهم كانوا حاضرين قالوا هاد شي كل اللي وصلت له انا اللي وصلتك له انا اللي ردتك راجل انا اللي وقفتك على رجلك وده بأول حاجة بغتي تديرها انك تزوج بوحدة بقة صغيرة هو في اللول قاكيت انت سمعها قالوا انا غادي نزوج وهذا شراء الله انا لا بغيت ندير مرة تانية من حقي انا الحمدلله مسك عليها سيد ربي واني الحاجة يمنى كانت واحدة اللي ماشي سهلة وتولادها جوا في صفها وضاروا في اباهم قلوا له واش انت شرف تيعة حماقتي واش اللي بنت خدامه في القهوة شوف هي قداش وانت قداش غا تزوج بها غا تدير تضحك فراسك فعلا ذاك الليلة ما تفارقوا تواعدهم الحاجة تهامي انها غادي تفارق هو وياها وفعلا الحاجة يمنى ولا تردى مع هالبال لاحظت انها مبقاش كي يخرج بزاف تليفون ديالو مبقاش كي مالعادة في المرقة الفلسة كانو تهضر ولا دائما قلت في الدار كيمشي مع هالبطار ديالولادو يعني الحالة ديالو بلس كتتراجع ماشي ذاك المراهقة اللي كانت فيه تقريبا واحد مدة ديال شهرين والحاجة تهامي غايجي واحد الاستيصال ما عند واحد الراجل اللي خدمتها في الفيرما الفيرما اللي قد تكون في النواحي ديال مدينة كناس قالوا الدار هناير واش نزلي خليتي بابها محلولة ولاني الحاجة تهامي قالوا الله انا رهدي متطويلة ما جيت لدك الدار هنا لأساس قالوا الباب رهد ففحت ما عرفنا شكل حلها واش مجاولاتك مجاتها واحد الرجل اللي كان من قبل الله قالوا شاش غادي اتضار أنا غادي نسطنوبي وغادي نجي اندك اذاك الوقت كان تقريبا نجوجيين نهار الرجل اللي كانت تقريبا ننهار ما جيانا قالوا غادي نبشي معك والمني الحاجة تهامي قالوا غادي نبشي معايا أنا غادي نبشي نطلل العالدار وغادي نرجع نشوف شن واقع انا ببطر خليتها مسدودة تقدر ما في هذا الشي واحد ما فهمش كيفاش باب هات حلات قلت له دباء انا واش غادي ماتبوح ديتي قال هلا هزي حويجك انا غادي نديك للدار ديال ولدك باتي معاهم هاد الليلة انا لا سريتش غالي رادي نجين بات معاكم ولاني لما سريتش غادي في الصباح ان شاء الله غادي نجي مورك في لحاجة هزتشي حويجات وصلها للدار ديال ولدها دخلوا ويها باشي اسلم عليهم ولاني لقى كينا غيمرة ولدها هما ولدهم اللي صغاور قال ها باتي هنا هاد الليلة انا لا سريت غادي نجين بات معاكم ولاني لما سالتش نشوفه غدا ان شاء الله فعلا نحطها بالطنوبل ومشانيشة للدار دياله فعلا اول ما وصل لقى باب الطار محلولة هو متأكد ان الباب ستها في الساروت دخله بدك يقلب دخل بيتنعس دخل بيوت ولاني غيدخل على باب الطار لاحظ ان الحاجة الوحيدة اللي ما كيناش هي واحد البلازمة اللي كانت كبيرة دخلنيش البيوت النعاس ولاني الماريوز كانوا مسدودين الاساس كان في بلازته اي حاجة عندها قيمة الاو كانت محتوطة في بلازتها ما عدا دك التلفازة دك الاساس لي كانت ما قالوا انا براسير ما فهمت شي حاجة لان هذا الاساس اللي عنده ما كانش كي اسعل الدار وانما كان كي اسعل الفيرما كاملة يعني كي قيل كي يدور نوبة هوا هنا من اللي جال الدار قام حلولة هنا يلحاج جهامي قرر انه غد يعيط الرجال الدارك الملاكي من اللي جودة لهم قالوا له شنو مشالك قالوا مرة ما مشاليته شي حاجة معده واحد البلازمة كبيرة اللي كانت ما لقى عندي في الصالون قالوا له حل المريوية ديالك حل البيوت وتأكدوا وش ما تطرقتك تشي حاجة اخرى فعل الحاج حل البلاكارات حل المريو دياله ما لقى تشي حاجة ناقصة مع العلم ان كانوا حويجي المراسق اللي كانوا غالين كانت عنده شي فلوس تماما واني كل شي يلقى في بلازته معده دك البلازمة اللي هي لي ما كايناش هنا يا رجال الدارك قالوا دا بخصك تسمشي معنا المركز باش ندرك واحد المحضر باش نعرفوا شكل اللي يجل هنايا شكل اللي يصرق لك دك التلفازة وخحنا دقى دياله جاتنا غريبة ما كانت شي واحد غيدخل لشي دار وغي يصرقي حاجة ويخرج يعني بالنسبة الرجال الدارك الملاكي كانت شي حاجة اللي مبهامة فإذا نمشى معاهم قيد المحضر ذاك الوقتها كانت تقريبا سبعة وثمئة دياله ذاك شي إلاش الحاج قرر انه غادي يمشي ويبط في الدار في ذاك الضيئة العساس اللي معه دخل هووية بدوك ينفضه واحد شوية ديال الغبرة مشات تسخرجه بلو باش يتعشه العساس مشات الدار دياله الحاج بات سماكينات لا تطلعه في الصبح مشات الدار دياله وتأكد انها مسدودة وغادي يرشع للمدينة ديال التوجطات رجعت تقريبا مع جوه هذك لحظة قرر غادي يمشي للدار دياله مثل حواجي نضربها بواحد تزويشه عددك ساعة نجيب الحاجة يامنة واني من يدخل للدار دياله اول ما طلع الفوقي ودخل بيتناس غير قلبها بمرضودة من اللي حلها غير قامراته اللي هي الحاجة يامنة طايحة في الأرض وفيها كتر معشرة ديال الطعانات من اللي قلبها تأكد مني في المياه انها ماتت السيد هبط للباب ديال الدار بدك يغوط تجمعوا الناس الدار ديال الحاجة تهامي كانت مبنيات تقريبا بحال الشكل ديال الفيلا فيها جوجيا للطبقات السطح والدار كانت فيها ربعا ديال الواجهات واحد الواجهة كان مقبالت هاتي شي حاجة يعني ملي كيطلو مسترجم كيلقا وغير خلق في الليل اكتبقى تبقى هاتي شي حاجة ملي جمعوا الجيران وعرفوا منو ان الحاجة يامنة قتلات تصلوا بريجال الدارك الملاكي اللي ما تطلوش ملي جوا وبدو كي عينو لاحظوا ان البلاكارات مهرسين ان الحويج مشتين يعني غالبا هذا اللي قتلها بدافع ديال السارقة لان الدهب ديالها الفلوس المجوهارات اي حاجة عندها قيمة ملي جا الطبيب ديال تشريح وده المعاينة الاولية دياله قالهم غالبا غا تكون ماتة دي وحد عشر ديال الساعات لان ملي قلي بلجوتة ديالها لقاها بدات كتبرد وهاتش كي يعني ان انا على الاقل واحد ستة او العصار ديال الساعات باش تقتلات هزل جوتة ديال الحاجة يامنة وبدو كيقلبو ولاني الحاجة اللي غادلت في انتباه ديالهم انا باب الدار تحلات بسوارتس ملي سولوا الحاجة تهمي فين كنتي قالهم انا را ما بتشفي الدار ديالي ولاني التامراتي را ما كانش بيته هنايا قالوا له كيفاش قالهم انا اتصل بي الاساس وقالي ان الدار اللي عندي في مكنس لباب ديالها القوام حلولة هزيت الحاجة يا منه وديتها تباس عن الدار والدها وهات الشي ممكن انكم تعيطوا الولدها هو اللي غادي يأكدوا لكم فعلا الرجال الدارك عيطوا الولدها ملي يجا كان ما فهم حتى شي حاجة ملي سولوه قالهم بصح ببالبالح راجبوا مثل الدار خليها تباس معانا انا ملي دخلت قلتها لي مراتي ملي قلتها في الراهية دابا قلت لي راها مشت ملي سولتها علاش قلت لي انا غادي نمشي نبات في داري مية في المية الحاجة سأخرج من الدار لكي يجيب لها ذاك خيتي يعني الحاجة كانت تعني ذاك البنت اللي اسميتها ناجت واللي الحاجة كان ناوي انها تزوج بها على حسب ما كان له مولده انا ممو ما دوزت في داره احترب ساعة قلت لي امشي في حالاتي عيط عروسها ما كترغب فيها قلت لي سي معانا غي واحد شوية شو في الداري واللي ان هي غزت ساكها خرجت مع باب الدار و ازدحاتها من اللي جا ولدها في العشية ومراته عودت له قال لها خلي على خاطرها يدبره ولت مسوسة وخايفة ان باشي نهار يجيبها للدار يعني ولدها الامر جاه عادي وخصوصا انما بين الدار دياله والدار ديال واليديه ما كانش واحد المسافة اللي كبيرة المحقيقين بقوم كملي المعاينة ديالهم بدو كي يقلبوا واش صراج مهرسين واش اللي بيبان فيهم شي حاجة واش ممكن ان الشفار يكون دخل مصطح واني الباب ديال السطح كانت مسدودة صراج مكنوش مهرسين الحاجة الوحيدة اللي غي اكدوها ان اللي يدخل للدار دخل مباب الدار اما الحاجة اللي حلاتها اما اللي يدخل للدار هو اللي حل باب الدار يعني واحد اللي عنده سوارتس وهاتش يخلاهم يشكوغي في الحاجة تهامي واني الحاجة تهامي قلهم انا انا كنت في الدار ديالي في مكناز انا رمشت عن جدار مية داير لمحضر ديالي وتلع الساس لي معي في الفيرما غادي اكدكم ان البارح انا دوست الليلة في الفيرما ماخرش من الدار ديالي تلها تصبح وهو براس ورا شافني كنسة الباب قلت له هالباب مسدودة دا بارد البال الى مشتاجة شي واحد ولولي تشتي الباب محلولة عايت لاني غادي نجي في البلاسة فئلا الرجال الدارك من اللي بتصلوا بالمركزي للدارك الملاكي اللي كان في النواحي ديال مدينة مكناس اكدوا لهم ان هاتشي كاين وان الحاج كان عندهم دار الدكلاراسيون دياله وكاين المحضر وان مراهة مع ذك السبعونس او لثمانية ديال الأشية كان ما زال عندهم وتمليسه ولو الأساس قالهم ان الحاج هامي دقاء هووية تداردك 12 ديال الليل وهذه هي لوقيته اللي قالهم الطبيب تشرح ان الحاجة يمنت قتلت فيها هنا المحقيقين سولوا ولدها انت فين كنتي فقاش دخلتي لدارك واش عندك السوار ديال الدار ديال واليدك قالهم انا عندي السوار ديال الدار ديال واليدية واني انا البحراني ممشيتش سولوا مراتي انا رجيس من الخدمة منيش الناس وخقلت لي ان امم كانت هنا وانها مشت لدارها قلت لها خلي على خطرها هنا المحقيقين سيركزهم على الهدار ديال اللي ابن ديالها لانه قالهم من اللي مشت لدار ديالها كانت خايفة ان ابا يجيب ناجت قالوا ليش كوني هاد ناجت قالهم هاد ناجت هي وحدة خدمة في القهوة وابا كان بغي تزوج بيها والام ديالي ملي عرفات راها مشت لدار ودارت لها فضيحة وجمعت عليها الناس والاب ديالي دار اصلا بنقص من هاد تزويجة ولان المحقيقين بالنسبة لهم ناجت ممكن انها تكون مشت لدار ديال الحاجة وانتقمت منها بدك الطريقة مشاولة عندها بدوك يسولوا فيها البارح فين كنتي معايا سيليتي الخدمة فوقاش دخلتي للدار ديالكم ناجت قلت لهم انا القهوة ما كانت لي منها تلعشر ونص او ولا لحضاش وملي كنت راجع للدار اراني طلقت واحد البنت بقيت مجمعه انا وياها بتدرت التنشونس ديال الليل دخلت معايا للدار ومور ما بدلت تحويجي بقينا مجمعين بتدرت التنشونس او لا قريبة الوحدة قعد مشاولت لدارهم ولا ما صيقتوني شعيطوا لها وصولوها هنا يلمحقيقين قالوا لها خوتك فين كانوا شنو كانوا يديروا شنو يديروا في حياتهم واني ناجت قالتوا انا عندي جوج ديال الخوتي وبجوج بهم زوجين واصلا هما كيدخلوا بكري حيث خدامين في الفلاحة تسعودوا للعشرة ديال الليل كيكونوا ناعسين من اللي سولوا عيالاتهم فعلا غدي يأكدونهم ذاك الهضرة لقوا ان اخوة ناجت ما كاملاش العشرة ديال الليل كانوا ناعسين فراشهم وصاحبة ناجت تيتأكد انها بقت معاها بتدرت نشونس ديال الليل هنا واحد من ذاك المحقيقين قرر ان عادتيني غدي يمشي للدار وغدي يحقق مزيان مشال الدار ديال الحاجة جهامي دخلوا بدك يقلب فيها خرجوا على بره بدك يدور بالدار الدار ديال الدار اللي قد يطلل على الاخلاق غدي يلاحظ ان فيه آتار ديال العجالات ديال واحد دراجة نارية ولاندي ماشي موتور عادي موتور اللي فيه ثلاثة ديال روايد او لكي ما كنسميو حنيت ريبورتر هنا مليشة في الآتار ديال ديال العجالات غدجي واحد الفرقة مختصة اللي اخذات البصامات ديال العجالات او لالآتار ديالهم كيدرهم في واحد القلب باش هكا كيتأكدون ذاك العجالات ديال من لانو خاكين بزاف ديال دراجة نارية او لبزاف ديال السيارات لآتار ديال الروايد او لديال العجالات من اللي كي ياخدوهم كيبقوا وطبقوهم مع الطنوبيلات من اللي اخذوا الآتار ديال العجالات بدأوا كيقلبوش كل عنده طريبورتر الناس اللي قرابي من ذاك المنطقة كين تلاسد الناس اللي عندهم طريبورتر واحد منهم هو سوفيان اللي تربف الدر ديال الحاج من اللي عرفوا ان هاد الولد اصلا كيدخول الدر ديال الحاج مربي معهم يعني موالف بهم اعي طوله وليلني سوفيان داك الوقيتها كان ما كاينش لان سوفيان كانت فيه واحد البلية اللي هي الطبوريضة كان في مكان شي موسم في مكان شي فرقة يتبعها ويبقى يتفرج وخام كان عنده العودة وليني كان مبلي كان ديما يمشى الموسم الملاعبط الله وماسم اللي كيدداره في جديدة وفعلا ذاك الوقيتها كان كي الموسم الملاعبط الله ما يسوله اخوه فيه سوفيان قالهم سوفيان ما كاينش هو هاد الوقيتها رهام شالمدينة جديدة غادي يبقى واحد اليومين وعوثاني غادي يرجع ما يسوله فوقه شمشا قالهم تقيبا مش هدي واحد اليومين غايدوز يومين واحد اخرى عوثاني غادي يجي ما يسوله عن الموتور قالهم كاين ره حطوا عندي في الغاراج واني الموتور ره مخرج المحققين اخذوا الاثر لديك العجالات وغادي يقارنهم بالعجالات دين الموتور ديال سوفيان والغريب في الأمر انهم غايل قاول العجالات مطابقة بنسبة 100% وليني حنافي اللي هو الاخ ديال سوفيان اكدهم انه سوفيان ما كاينش وان الطريب بورتر مخرش نهائيا من الغاراج المحققين قالوا ممكن انه كانش طريب بورتر وحد اخر وعندوه نفس العجالات لان مني جا سوفيان اكدهم انه كان في مدينة جديدة وانه كان نازل في واحد الفندق قالوا ممكن انكم تصلوا بهم انا كنت حط عندهم البطاقة الوطنية وكنت يوميا كان مشي كان بس عندهم اعطاهم الوراق ديال الكار يعني كان عندو واحد السبب ديال الغياب اللي كان واضح وطالوطيل اللي كان فيه من اللي تواصلوا معاهم اكدوهم انه سوفيان كل اللي كان يجيوا بس في الوطيل هنا المحقيقين بقوا حايلين واش فعلا كينة ش دراجة واحد اخرى اللي عندها نفس العجالات واشي واحد جا وهزو من القارج ولي اني اخوه قالوهم كان هزو شي واحد انا غادي نسمع الباب ديال القارج تحلت وغادي نسمع اخرج ملي سورو حانا في براسوفين كونسي قالوهم انا نخدم كندخول الدار ديالي مع التسمانية كندربها بنعصة ما كرجع تلغت ليه مع السبعة ديال الصبح ثم راسو قالوهم يوميا راه كي يجي كياكل وكي يناس مع جوهي ذاك الثمنير تسعد اللي يلقعك يكون ناعس فراشو هنا المحقيقين بقوا حايلين ش كونوا مول ذاك الدراجة واش فيل ان ذاك الدراجة عندها علاقة بتاك الجريمة او اللغيجات الصدفة قالوا ممكن ان ذاك العجالات اصلا يكونوا قبال ما تقتلت الحاجة يعني بالنسبة لهم كان هذا واحد دليل اللي ماشي كافي تقريبا للمدة ديال الأسبوع والحاجة جهامي غايتفاجئ بواحد الاتصال مع عند ريجال الدارك اللي كين في النواحي ديال مدينة مكناس عاي طوله قالوا له خسك جين انتنا دابة من اللي قال لهم علاش قالوا له اجين انتنا المكناس وانتا غايتفهم كل شي من اللي مشا عندهم اللي مركز ديال الدارك غايلقى عندهم واحد تلفازة لأكدهم ان هي التلفازة دياله من اللي قال لهم في اللقيتوها قالوا ان نلقاها في واحد المنطقة غابوية والتلفازة كانت مخبعة ومغطية بالوراق ديال الشجر واللي لقوا التلفازة هما ريجال الدارك وهات الشي جاههم غريب كيفاش تلفازة صحيحة ما في هاتشي حاجة مخبعة بدك الطريقة فعلا ريجال الدارك من اللي اكدهم الحاجة تهامي ان ذاك التلفازة دياله رجعوا البلاصة اللي لقوا فيها وبدو كي قلبوه واني البلاصة اللي لقوا فيها التلفازة غايل قوا فيها عاوسين الاثر ديال العجالات اللي كانوا ديال داك الطريبورتور النيتس هنا يا بقوا كي يلاقي الخطوط مع بعضياتهم كيفاش هات العجالات كانوا هنا يا عاوسين اقرام حد الدار ديال الحاج يعني غالبا هادك الموتور هو السر ديال هاتشي كله مشو عند السوفيان بدوك يسوله واش خوك كي هز هات دراجة ديالك واش كتعطي هالشي واحد واش نساك تسلف هالشي واحد قالهم انا ما كنسلف هالشي واحد ولا اني اخويا مره مره كي هزاي تسخر بيها يعني لكن غديمشي للسوق غيمشي يجيبشي سخرة غييجيبشي خضراء ثقيلة راكي هستريبورتور وخصوصا لكنت انا مشغول وما عندي ما ندير به ولا اني المحقيقين من اللي يسولو اخوه اللي يسميه حنافي قالهم انا عمري ما هزيت هالدراجة اصلا ما كعرفش لسوقها يعني الهدرات دياله كان فيها واحد شوية ديال التناقض داك الشي علاش جابوه لاندهم مركز ديال الدارك بدوك يزيروه بالهدرات بدوك يزيروه بالأدلة كيقولولو دابا غيعت عارف واش انت اللي دخلتي الدار ديال الحاج واش انت اللي صرقتي الفلوس واش انت اللي قتلتي الحاج جايامنا وليني حنافي كان كيقولهم انا والله ما قتلت ما صرقس ما اندي تشي علاقة بهاد الجريمة وليني المحقيقين كانوا متأكدين ان راس الخيط كان عند حنافي داك الشي علاش غادي عصرهم زيان تا غادي يعترف لهم قالهم انا ما قتلت ما صرقس ما اندي تشي علاقة بهاد الجريمة انا الحاج الوحيدة اللي درتها انني كنت صايق داك التريبورتر قالوا لهم زيان دا بعود ان كل شي شنوقع وكيفاش نسا كنت صايق التريبورتر قالهم انا اخويا كان مشل الموسم دي المولي عبد الله وانا بقى عندي التريبورتر في الدار جاي عندي توفيق اللي هو والد اخت الضحية قال لي غادي تسوق بي غادي تسوق بي غادي تسوق بي انا غادي اعطي المبلغ دي الخمسالاف درهم وليني هاتش اللي غادي ندير غادي بقى بيناتنا انا صراحة كان عندي بزاف دي المشاكل المادية ملي سمعت المبلغ دي الخمسالاف درهم قالوا انا لو بغتي جهنم نطر ما انا وياك فيها غادي اعرالي الفلوس وقل لي شنو غادي ندير قالوا مزيان قالوا غدام عدث من يا دي الصبح غادي نطلقوا انا وياك غادي نمشوا للفيرما دي الحاج راني بغين هس شي حاجة نطر فئلا مشا هو وياه اللي انت غادي تسوق فهنايا انا غادي ندخل انا عارف مين غادي ندخل مين غادي نخرج وعارف حاجة اللي غادي نهز قالوا منا بقيت وقف كانت سنة دس تقريبا غي واحد العشرة ديال الدقائق ها هو جاي وهاز واحد تلفاز اللي كانت كبيرة درها عندي فطريب بورتر رد علي هالباش قالوا يلا تحرك دابا بقينا داخلين في الغابة توصلت تحت واحد شجرة هز التلفاز وحطها بقى كي خبها بالوراق ديال الشجر ملي قلت لاش حط هات التلفاز هنا قلت لاشيشو فوسكتس انا هات التلفاز قد نخبعها هنا تدو الشي سيمانة وينساوها عاد غادي نهزوها ونبيعوها هزيسوا فطريب بورتر ورجعنا او ثاني مدينة ساوشتاتس في الليل من اللي دارتك الحضاش يا الليل عايت لي قلي اجي مورايا فعلا مشيت لاندو هزيسوا فطريب بورتر قلت لاشيشو فطريب بورتر قلت لاني هنا انا جاي دس قريبا واحد ساعة اللارب وهو جاي هذا واحد ساكلي كان عامر من اللي قلت لها تساكين وفى قلت لي ماشي سوقك انت تتعرف خمسالاف درهم هاك خمسالاف درهم ديالك وده بغا تخرجين المدينة ديالت ساوشتاتس وليان ما تشفص المدينة حاول انك تمشي غيال الاب بست في الاكت اليوم بكت غادي انا وغيا فواحد وصلت لطريق الشنطي اخذت 5.000 درهم دخلت الموتور ودخلت الناس لماذا كدبت قلهم مراتي ما كدبتش لان فعلا انا دخلت الفراشي معدك تسعود ديال الليل خرجت طريب بورتر وردت طريب بورتر ومراتي ناعسة محسس بيا لا خرجت ولا ما خرجتش هنا يا المحقيقين من اللي يسمعوا انه تصوفيق هو الذي يدخل الطريق يعني غالبا والذي تخلص من الحجب ذاك الطريقة وخصوصا انها كان عايش في الدار ديالها من اللي يقلبوا على توفيق لقوه كان في مدينة مكناس اول ما تصلوا به وجال عندهم هو في الاول قالهم هاتش يكون لغي الكدوب هادك حانا في اكبر كدب انا ما جيتش اصلا لمدينة توجدت المحقيقين هايما كي حاولوا انهم يزيروه انه يعترف لهم انه يقول لهم شنواقع واني توفيق كان واحد اللي يتكي كي يجاوب شيء اجويبه اللي تقريبا كان حاطهم قالهم هادك السيد مية في المية هو اللي قطل خالتي ورا بغي يلصقها لي انا واني المحقيقين غايدلوا الحاجة اللي ما تحتلوش نهائيين على العقل دياله قالوا له انت في الكناس فين ساكن دابا قلهم انا را كاري واحد دويرة وخالتي راه يلي كانت كتعوني في الكرى ديالها كما كتعرفوا انا يالله كملت الجامعة ما زال ما رقيتها شي خدمة كانت يلي كتدبر عيام شهر لشهر قالوا له مزيان بغا غا تمشي معنا 노래 الدار ديالك وغا دي150 وغا دي rapid في الدع Joe فهي وان نتضه الوقت وكانت كان في واحد القارسونية اللي كانت كاين فوق الخلر دخلو الوقت بدوكى يقلبو فيها وينه مراقاوا تشي حاجة ويني مني خرجواelu الصفح غا دييدو قوا واحد الصندوق لي كان مجطبي واحد لها دورة مني حيودوا له دورة لقوا ان� daك الصندوق فيه واحد لگفل مني قالو له اوش هاد الصندوق ديالك قال لهم لا لقد وجدت الصندوق تماماً فوق من هذا الهيدورا في الهيدورا كان يخرج فوق منه ولان المحققين قرروا انهم سيحلوا هذا الصندوق وسيشوفوا ما كان فيه وفعلاً اول ما حلوا الصندوق لقوا فيه الفلوس فيه المجهارات فيه شئ ورق فيه بزاف ديال الحوائج ملاعيطوا الحاج جهامي وروا ذلك الشئ اللي كان في الصندوق اكدهم ان المجهارات او الذهب اللي كان في الصندوق هو الذهب ديال الحاج جيامنا هنا المحققين سيشدوا توفيق قالوا اذا لم تقرروا ودخلوا في الهضاء قلنا ما هو واقع فعلاً توفيق قالوا انا سنقول لكم كل شي ما هو واقع انا فعلاً تربيت في الدرد الحاج خالتي كان دائما كانت تعمل معي احسن معاملة لعكس ذي الرجلها اللي ما كانش يحملني كان كيف يدل صوفيان كيف يدل ولاده وانا كان دائماً كانت تعمل معي واحد المعاملة اللي كانت خيبة ذاك الشئ لاش اول ما اشتهم على البد مشيت عند خالتي وقلتها لها كنت وقت ما انطلقها كان قولها ردي البل راكي يجيب ابنة للدار راكي يدير راكي يفعل راكي يمشي قصر خالتي واخا كانت تتق فرجلها رديتها ما كاتتقش فيه نهائياً والنهار اللي رقى بابه محلولة انا كنت مشيت للفيرمة حلت الباب تيل الدار دخلته هزيت التلفازة لانا متأكد ان الاستاذ اول ما غدي القلبه محلولة غادي يعيث له وراجل خالتي غادي يجيب الهنايا وانا متأكد انه ما غاديش بغي يجيبها معاه وما غاديش بغي يخليها تقص بوحيتها في الدار غادي هزه وغادي عند واحد في ولاده وانا هاتش كنت متأكد منه مزيان وفعلاً ذاك الشي اللي خطط له هو اللي غادي يوقع مور ما تتصل به الاساس ومشال الفيرما دياله هز خالتي ودهل الدار ديالولدها ولياني انا كنت دائماً خالتي كنقولها راجل كيخونك كيمشي مع البنات ذاك الشي لاش خالتي قررت انه ما تباتش عند ولدها وتمشيت بات في الدار ديالها انا كنت اول عليها غادي بات عند واحد في ولادها الراجل غادي بات سمك الناس وانا غادي ندخل للدار براحتي وخصوصاً انني متأكد ان الدار ما فيها كاميرات الدار جاية غاية اللخلة تشي واحد ما غادي يرد معايا البال منلي مشيت للدار ودخلت لها غادي نتفاجأ انا خالتي كاينة هي منلي دخلت عندها مع 12 دليل وشافتني داخل نيشة اللي بيت نعاف عرفتني انني جاي باش نسرق غي شافتني بدتك تغوط هذا هو خيري انا ربيتك انا كنصرف عليك وفي تالي انتجي باش تسرقني ولي اني انا منليش خالتي كتغوط بدك الطريقة جبت واحد الموسكنة عندي بديت كنطعن فيها اول ما تحت الارض حليت الماريو بديت كنجمع اي حاجة فيه الحاجة يامنا كان عندها واحد صندوق ديال الحديد اللي كيت حل بساروت حليته هزتك الدهب اللي فيه هزت الفلوس اللي كينا اي حاجة عندها قيمة في ذاك الدهب هزتها وخرجتها معايا ولي انتي صراحة انا را ما كنش اوانكت الخالتي انا كنت باغي نسرق ونمشي للدهر ديالي في مكنس منلي يجيه البوليس وبدو يقلبه نقولهم انا راني كنت في مكنس وانا ما عندي اشي علاقة بهذا القاضية ولي اني ملقيت خالتي وبقت كتغوط وعبت انه غادي ادالي شوها تصرفت بلا ما نفكر منلي عيطوا الحنافي وصولوا وقالوا له لاش كتبتي قالهم انا صراحة ما كنش عارفوا لاش دخلوا للدار ولاني اخر حاجة كنت كنت توقعها ان الولد يقتل خالته بذاك الطريقة انا مني اسمع القادية فيها روح انا اللي وصلتوا لمك الناس انا اللي جبتوا للدار ديال خالته قلت يلا عرفوني كنت معاه غايقول انا ويا شاركين في هاد الجريمة وغانستق غادي اعلى والو وانا يلادي الملغ ديال خمسة الاف درهم يعني هات الشي كله انا ما عندي في حتى شي يربح الحاجة تهامي منلي قالوا له رجال دارك انا صوفق هو اللي قتل خالته قالهم انا داك الولد منلي كان صغير عمري ما كنت كانت تقفيه نظرت ديال عينيه ما كانوش كيعجبوني بكتشير اشغي بدك يكبر واحد شوية قلت الحاجة خرجي علينا لان الشوفات اللي كان يشوف بنت خالته طريقة كيفاش كنت يتعامل عمر طريقته ما عجبتني العكس ديال سوفيان اللي هو غولت الناس ولاني كنت لقي فيه الخير اللي ما لقيته شوفو لدختها فعلا كل شي كان مصدم من الجريمة اللي دارتو فيق كيفاش دارتها خطط لها كيفاش تخلص من خالته بتك الطريقة يعني كانت شي حاجة اللي بالنسبة له مستحيلة انها توقع ولاني بقت المرات الانسان كيدير الخير كما يقولوك يرجع عليه وهاتش اللي يوقع الحاجة يامنا اول حاجة دارها نوض الفتنة بينها وبين راجلها تقول لو عايشين في المشاكل وتاني حاجة قرر ان غادي يسرقها ولان هو ما كتفاش بالسارقة من اللي خخالته في الدار قتلها بلا ما يفكر بلا ما يحص اصلا بالنادم وفعلا توفي قديدة المحاكمة وغادي يتحكم عليه بخمسة وعشرين عام ديال الحبس اما حنافي اللي بتغلم برغدية الخمسة الاف درهم يعني القادية كلها تقدم فيها غادي يتحكم عليه بالمدة ديال عشر سنين ديال الحبس كما قد كن في اللول الحاجة يامنا كانت واحد السيدة اللي عمرها دار ولاني للأسف الشديد غاتمت بوحى الطريقة اللي كانت صعيبة واحد شوية القضية ديال هاد الليلة هنه غادي تسالي نتمنم اي واحد شاف القناة ديالي وطبعا كي اجبو هاد المحتوى اللي كان دير ما ينساش انه يشارك في القناة ويفع على الجارس باش وقت مرحة حلقة جديدة دائما نصل الاشعار ديالها موسيقى